السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحدة سيدة متشردة في الشوارع ذي الدار البيضاء. مسكينة متشردة الله يكون معها. الله اللي يعلم بها عشنو كيفاش تتشردت هذيك البنس اولا مرام طلقة او مرام جوجة. وصار معها موقف. لان تشرد تيجي على بعض المشاكل اللي كتصار في الحياة ديال الانسان. او لا تكون معرضة لشي للتربة نفسية هربة من دارهم. ما عارفاش خارجه. ما عارفاش مشا. انسان كيتعرض لتشرد. حيث ما يمكنش يجي الانسان بين عشية وضحها ويخرج للشارع. ما عنده اهل ما عنده حباب ما عنده صحاب ما عنده اب ما عنده ام. واحتى كيتلقى صف شائل لو تتكون بعد الاشياء اللي ذكرناها في الاول متعرض لها وخرج. هاد السيدة مسكينة بعد تشرد ديالها اكيد لانا متعرضة البزاف ديال الحويج في الشارع. تعرضت الاغتصاب وحملات. بحالها بحال بزاف ديال الحالات اللي كاينين. ناضت اه جسها حالة الولادة. الشارع كيف ما كتشوفوه في الفيديو انه خاوي. يلاه موجودة شوف تيفيل اللي تصل بها واحد السيد. اللي قليل ديال الناس اللي كيكونوا بحال هذك سيد نازل فيهم الرحمة. لكن تكبلت لي لأيدي دياله والارجل انه يعمل معا اشياء حاجة لان القانون ما قاير حموش الاطرات لها اشياء حاجة. كان بيديه غري يتصل بالوقاية المدنية ويتصل بالشرطة اللي الشرطة بدورها جات وتحية لها كبيرة اللي كتكون حاضرة في بعض المواقف اللي ضروري يتجي ولكن حتى هي ما عندهاش الحق باش تمس ديك سيدة او تهزها وتديرها في السيارة ديال الشرطة وتهزت ديال السبطر لانه ممنوع. الانسان مني كيعرف القانون كيحتارمو كيمشي معاه كيوقف معاه. لكن المشكل الكبير هو ان هاد السيد تصل بالوقاية المدنية وجات. ومنين جات شافوا الحالة ديال السيدة قال لك سيدة متشردة. وشاد المتشردة كيف ما ذكرنا في الاول ما عنده اهل ماشي انسانة ما عندها مواطنة ما عندها جنسية. جات هاد السيدة واكتاحت حجرة وتخلقت امرا وكانت عندها كرش ومسخة ومنهزواش في الوقاية المدنية. هاد السيارة ديالوقاية المدنية فيها موظفين. هادك الموظفين ديال الدولة. اللي يدخلو كيف ما كان عارفو. كلنا اننا مغانا ندخلو الواحد المينة. اللي كتخدم البلاد. بما فيها الشرطة وجوندارم. وصحة المستشفى الوقاية المدنية. اه الاسعاف. وما يزيد على هاد شي. كلهم تكونوا تحت خدمة الشعب. ماشي الشرطة تحت اه الشرطة تحت خدمة الشعب. لا. كل شي تحت خدمة الشعب. والشعب تحت خدمة الشعب. هاد الشعب اللي تكون من نوع ديك الموظفين ديال الوقاية المدنية اللي عندهم الحق يهزون متشريد ويهزون الهبيل ويهزون الحمق. ويهزون اللي بعقله ويهزون اللي يتالف. ويهزون مضيف ويهزون مصخ. لان بعض المرات كتلقى الانسان لابس مزيان. هندم ديالهم مزيان. لابس قرافطة. لابس كوستيوم والقاميجة والصباط مسيري. والشعر تهو مضرب بالسشوار. ولكن داخل ديالهم مصخ قلبه كحل. مشي بحل قلب هاد السيد اللي ما بقى ليه غريب كي. وتي طلب في الوقاية يهزوا. قالوا لي اللي مصخة ومتشردة. ومشاو ما استسلمش. وعيت الشرطة تاني مرة. وجات الشرطة. جوج ديال تعزيزات واقفين ديال السيارات. لكن ما عندهمش كيفاش يديروه الا ما تجي الوقاية المدنية لانها تعد في الصف الاول في الخدمة ديال هديك البنت. البنت ولا ولد ولا شنو مجاو الله. السيدة ما عقلاش على رأسها في ديها قرعة ديال المخدير. كتناول فيه. وفيها وجع. حاد اللي كيعرف الوجع ديال الولادة. والمرأة اللي كتعرفو داز بالنورة كتعرفو. اللي ما كيخليهاش تعقل حتى على رأساش تتقول متشردة. وما عندهاش العقل. صاحي. ومغيب بالمخديرات وتتقول الله الله الله. كلمة الله اللي كيسنجد بها اي واحد كيما كانت النفسية دياله وكيما كانت الروح دياله وكيما كانت الجنسية والديانة دياله. اللي لو كيقول الله الله على حسب المعتقد دياله. وذكرت الله ربي يوقف لها دك سيد. اللي بدوره عيط لهم مرة تانية وعيط الواحد مسؤول وقال له فيق الكولونيري يهضر معهم. ولتج حتى انه يبيل لهم انه راه هاد الشي في اللايف وهاد الشي ركي يتسجل. هدا اللي يجعل الويقايا رجعت. ما رجعتش غير هكاياك. في الول قالوا لهم حقا ما بغاتش تطلع معانا. واش هي فيها الحرارة تشمل. اله هزيتي شديتي يا بيديا وهزيتي ودخلتي يا ما غديش تقول لك الله. لانها كتحس باي واحد دياله غير يديع اللي هارا غدي غدي يفكها من داك الوجع وداك المغص ديال الولادة اللي فيها. ومن بعد منين صار توضيح ديال شنو اللي صاير فديك الساحة مع هديك البنت اللي كتت توجعوا الويقايا المدنية ما بغاش تجي والشرطة واقفة وشوف تيفي واقفة والسيد كيهضروا كيعيت لهم وكيقول لهم غير هجي وهزوها. عادة باش رجعت وباش هزوها. وهزوها بدون اي مناقشة. يعني راحنا ما قلنا والو. وجينا هزيناها. ولو السخات قاها هديك هديك السيارة اللي هي كتتعتبر السيارة ديال هادة سيارة الدولة في الخدمة ديالة ولا وصحتها قاع. على اخي انتم هديك السيارات مني كتتزو بيوم واحد 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 ما كتتتعقمش. السيارة مفروض دخل اي واحد فيها وتتحط كتتتعقم وكتعود تخرج. هدا دليل على انك عارف ان هديك السيارة ما غديش تعقم. غدي تبقى ويمكن تهزو وتحط حددارك تبيتها تصبح. يمكن نجيبها البطاة. يمكن نجيبها اي حاجة. هادة احنا غيكا نحللو. مش متأكدين منو. ولكن هديك السيارة مني ماشي خدمة هديك السيارة. راتقدر تكون خدمتك انت تجيبها اي حاجة. تقدر تهزو بها هدية ديالعرس البلادك. للدوار عندك. تقدر تهزو بها ناس تنقلهم من بلاسة لبلاسة. ولا تجيبها ولادك من الحمام. ولا تجيبها ولادك من المراجعة. وشدة طريق. بش هي تكون في خدمة الشعب لكن هي شدة طريق بش تجيب مصلحة من المصالح الخاصة ديالك. وتقول هديك متشردة من هزاش. علاش هديك متشردة ماشي انسانة. كلنا متعرضين للحدث يكون عندنا في حياة ديالنا الله لا يقدر. واش احنا من ما تحتار موش احنا بشار عقلين. هن لحت لتشردنا ولا ترك لنا شي حاجة من تحتار موش. هدا غيش شعب على الشعب. انسان بسيط. ما تحتار موش. وتحتار مغال انسان اللي هو قوي يعني لمشي تلعن شي واحد عنده فيلا وعنده صارت له شي حاجة وقاله الكجرة خاصوا له الكسيجينة جهزو. الدي الكليني كله الزو. طارت مشيت جريت الدي. علاش لانه انسان نضيف وغني ولبس عليه. وديك سيدة ما عنداش الحق. على ديك سيدة اللي قالت الله الله وربي وقف لها ديك سيد. وحقها انها تتعالج. انت غير هزو دي هالمستشفى. وخليهم يدير خدمتهم. علاش حتى الشرطة واقفة والناس القيامة والصحفة واقفين. وصيارة ديال الوقاية كتمشي وكتجي على كيفها كتعزلش نتهز. علاش? البشر اللي هو صحيح ما كتجيوش لي الى عيطوا لكم. كعي قيلوا يعيطوا انتم ما ما كينيش تليفون ديك روشي. والناس كتعيطوا لا شي واحد فيها الرحمة وجواب. تيقلوا واش فيه الدم ولا لا. فين عمر هذوك السيارات هزوشي واحد بعقلوه ولا هزوشي واحد صحيح ولا هزوشي واحد صخفان وده ودروا لي اسعافات اولية فقط. يكي هزوه على واش كلموت وكيموت لهم في الطرق وكيحطوه. يكي هزوه مسالي ولميات وكيدي ويحطوه. وش هي غير تحت هذيك الخدمة. مشي تحت الخدمة ديال هاد البشرة هذيك راها اولى منها من زفد الناس. لان هذيك ضحية ديال الشارع. هذيك ضحية شكون غادي تكون بها كون عند ابا واما وبيت. هراما غاديش تقدر انت تجيت لحدها وترجع. غادي يعيطوا لك وليدها وغادي تجيت ازا. هدا الى جيتي بسرعة باش تنقض حياتها. اولا جيت يلقيت فيها الروح وقلتي الله هذي غادي تمشي وغادي نحطها وغادي تعود تخرج فيها روح اخرى. خسكم تدوغي بنادم لي مسالي. تقو الله في خلق الله عباد الله. را عيبة الشي اللي كديرو. را الرحمة لما كانش فيكم انتوما اللي كتهزوا الناس فيهم بزاف ديال ديال مشاكيل اللي كتطلع فيكم الرحمة اللي قلبكم كيهدف فيها وكيشوف فيها بزاف ديال الحويش. اللي ممكن ما كيشوفهاش انسان عادي. كتزو الناس في الحواديد كتزو الناس طيحين من بلايس كتزو الناس عندهم السكر كتزو الناس عندهم القلب كتزو الناس غارقانين كتزو بزاف ديال بزاف ديال مسائل كتزو من تزو فيهم الناس خس تكون عندكم الرحمة تكونوا سباقين مجرد ما يتصل شي واحد في تيليفون الاو ما يجي لاخر يحطوا تيليفون تكونوا حدرج ليه. وتكونوا جايين كتجري وباش تعتقوه. مش باش تخبيوا هذيك السيارة اللي بزاف ديال الناس كيهزو السيارات ديال الدولة وكيخدموا بهم المصالحهم الخاصة. وهذا دليل على ان هذيك السيدة ما تركبش في هذيك السيارة حتى توصلوا بتهديدات وتعرفوا ان كيهزو مزاف ديال الحويش اللي سجلكم في هالناس عادة باش تجيوا كتجري وتزوها وتكونوا صامتين ما عندكم لا حوار ولا تشي حاجة. هنا باش نقولوش ان الدولة وان المسؤولين مسؤولين ناسين. الدولة مجهزة السيارة. المشكلة في الموظفين. المشكلة في الموظفين اللي كيبغوا يسيطروا وكيبغوا يخدموا خدمتهم على كيفهم. اللي كيشدو صالرات وكيشدوهم باردين بعض المرات يا خدموه بعد المرات ما 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 يخدموش. اللي ما جناش نخدموه مع هدوك الناس ونحنو فيهم ونعطفو عليهم. على ما نبغيت هنا نعطفو. على ما نبغيت هنا نحنو هدوك هم اللي اولى. تقدر تلقى واحد لإنسان في الطريق بيشي حاجة تزوت تزمعي حتى هدك لك هنا البلاثة هده بوش نعرف أنك تخدم البلاد ديالك وأنك جيتي تخدم هده كلمة هنا اللي طلبتي باش تخدمها اللي أنك أنت أصلا تحلم باش تخدمها باش تكون في خدمة الشعب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ينتم إني تكون هده الوقاية المدنية هزت هده السيدة فعلا كيف مما شفناها وهزتها وحطتها في السبيطار ما تكونش لحتها وصت عليها الناس ويكونوا الناس ديال المستشفى يكونوا قاموا بالدور ديالهم ووقفوا مع هده السيدة وحطوها في شي جمعية باش يحافظوا على ذاك التربية اللي زيدة ويحافظوا حتى على ذاك السيدة وينقضوها من ذاك التشرط يعني راه ماشي غير هزهزوها وتديوها وتحطوها خسكم تكملوا معها وتكون واحد للجناة مجرد ما توصل البنت المستشفى تكون تمر بمراحيل حتى تتنقد هذه البنت ويتتنقد هذه التيلة اللي عندها ولد ولا بنس وصبح الله العظيم ممكن الله يلقى الشيء يكون فيه يكون تقدر هذه التربية أولا ذاك السيدة اللي تعالجة تكون شي حاجة صالحة للبلاد تقدر تكون جمعوية حتى هي اللي تشدوها ووقفوا معها أولا ذاك البنية أولا ذاك الوليين يكبر ويقرأ ويكون صالح للبلاد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تاني مرة وتالت مرة وأبدا كانت منه تفرجوا تديروا لايك مش يغل تفرجوا وتسمعوا وما تديروا ش لايك هاد لايك كيبين أنكم انتم ما شفتوا القصة ومتفقين على الكلام اللي قلناه ومتفقين على أن العنصرية ما تكونش وأننا كلنا مغاربة وكنا إنسانيين وكنا إنسان وكنا جسد واحد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته